النهاردة هناخد باقي الدرس الثالث في الواحدة التانية جغرافيا الصف الثالث الاعدادية دراسات اكتب معي تمام وقفين عند الخصائص السكان التعليمية خصائص السكان التعليمية هي خصائص السكان التعليمية بها ان نسبة الامية بترتفع فوق سن الخمستاشر سنة في الدول النامية وبتنخفض بنسبة كبيرة في الدول المتقدمة تبقى كده نسبة الامية تبقى مرتفعة جدا في الدول النامية تبقى منخفضة في الدول المتقدمة ونسبة الامية بترتفع في السن اللي هو فوق سن خمستاشر سنة تمام ونسبة المتعلمين بتختلف بين الدول المتقدمة والنامية زي نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة بتصل لأكتر من 95% في أمريكا الشمالية أوروبا، أستراليا، اليابان، روسيا نسبة المتعلمين في ألبري جدا أكتر من 95% متعلمين أما نسبة المتعلمين في الدول النامية بتصل لـ 75% في ومعظم دول أمريكا الجنوبية وفي دولتين جنوب إفروكيا والصين وتصل نسبة المتعلمين في مصر الـ 65% وده بسبب أن فيه اهتمام بالتعليم في المراحل المختلفة وبسبب جهور الدولة في مجالات محول أمية وتحقيق مبدأ تكافق الفرص في التعليم ونسبة المتعلمين بتوصل من 40% لـ 60% في معظم دول كارت إفروكيا والهند في أسيا يبقى يا عبدالله قولي نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة ونسبة المتعلمين في الدول النامية نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة نحو 75% في معظم دول النامية الفرصية والصين نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة ونسبة المتعلمين في الدول المتقدمة وده ليه؟ وده نزاج بسبب زادة الاهتمام بالتعليم في المراحل المختلفة وجهور الدولة في مجالات محول أمية وتحقيق مبدأ تكافق الفرص في التعليم ما بين 40-60% معظم الدول الأفريقية في الهند وفرقس تمام طيب هم قالت ليش في الدول المتقدمة نسبة المتقدمة في الدول المتقدمة تصل إلى أكثر من 95% زي دولة أمريكا الشمالية ودولة أوروبا وأستراليا واليمان ورسيا طيب لما يجي قلنا في بعض العادات والتقاليد اللي بتؤثر في معدل التعليم خاصة تعليمي إيناس إيه العادات والتقاليد اللي بتؤثر في معدل التعليم أول حاجة حرمين المرأة من التعليم في بعض المناطق وبعد المناطق بيحرم المرأة من التعليم إلا فعشان نحافظ عليها أو بسبب معتقرار غلط عندهم تاني حاجة تفضيل الزواج المبكر لأناس وبيفضل من الزواج أن البنات تتجوز بوقت مبكر طيب خصائص السكان الصحية الحالة الصحية الحالة الصحية بيقولك أن عدد الأطباء بيعد مؤشر مهم على الرعاية الطبية في دول العالم في عدد الأطباء مؤشر مهم على الرعاية الطبية في دول العالم إزاي كل مزايا العدد الأطباء بالنسبة للسكان في دولة ما ددل على زيارة الرعاية الطبية دول العالم بتنقصب من حيث الرعاية الطبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبقى عرض الأطباء مؤشر مهم جدا على الرعاية التوبية في دول العالم كل ما زاد عرض الأطباء بالنسبة للسكان في دولة ما ده دل على زيادة الرعاية التوبية طيب دول العالم بتنقسم من حيث الرعاية التوبية إلى ايه؟ دول الرعاية التوبية عندها فائقة ودول الرعاية التوبية عندها مرتفعة ودول الرعاية التوبية عندها منخفضة مين الدول اللي الرعاية التوبية عندها فائقة بقى؟ روسيا معظم دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية روسيا معظم دول أمريكا الشمالية أما الدول اللي الرعاية التوبية عندها مرتفعة زي مصر والأردن والإمارات أما الدول اللي الرعاية التوبية عندها منخفضة معظمها بيقع فين في إفروكيا زي النيجر وأسيوبيا ونبل في أسيا تمام؟ نبقى تاني الدول الرعاية التوبية عندها فائقة زي روسيا معظم دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية أما الدول الرعاية التوبية عندها مرتفعة زي مصر والأردن والإمارات أما الدول الرعاية التوبية عندها منخفضة معظم ما بيقع في إفريقيا زي النيجر وأسيوبيا ونيبل في أسيا طيب إيه هي خصائص السكان الاقتصادية بتختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم وفقاً لتنوع العنشطة الاقتصادية اللي بيقوم بها السكان في كل دولة ودخل السكان يبقى تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم وفقاً لتنوع العنشطة الاقتصادية اللي بيقوم بها سكان كل دولة ودخل السكان لو جينا نشوفي الرسم الباني ده هنلاقي إن عندنا قارة استراليا فيها أعلى ناسوب الفرد من الدخل القامل إفريقيا فيها أقال ناسوب الفرد من الدخل القامل بتنقسم دول العالم أصلاً لدول زي الدخل الاقتصادية مرتفعة وفوق المتوسط وأقل من المتوسط ومنخفط والأزرع المنخفط أول حاجة الدول زي تدخل اقتصادي مرتفعة الدول اللي دخلها الاقتصاد كبير دي الدول اللي معتمدة على الصناعة والخدمات الدول دي بيستهلكوا كميات كبيرة من الطاقة ومعظم سكانها بيتركزوا في المدن في مستويات معيشة مرتفعة زي دول غرب أوروبا دول أمريكا الشمالية دول الخليج العربي بأسيا وبتعتمد على استخراج البترول وتصديره الخارج وتصنيع مشركات يبقى تاني دول زي تدخل اقتصادي مرتفعة اللي معتمدة على الصناعة والخدمات وبتستهلك كميات كبيرة من الطاقة ومعظم سكانها بيتركزوا في المدن في مستويات معيشة مرتفعة زي دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي بأسيا اللي بتعتمد على استخراج البترول وتصديره الخارج وتصنيع مشركات طيب فاتمة دخلة مدخلة يا فاتمة دول زي تدخل اقتصادي فوق المتوسط دي اللي بتعتمد على التصنيع والتنمية الاقتصادية والأنشطة الأفضل من أمثلتها تركيا في أسيا دول شرق أوروبا الميكسيك في أمريكا الشمالية ودول جنوب أفريقيا تالت حاجة دول زي تدخل اقتصادي أقل من المتوسط دي اللي بتعتمد على التصنيع النامي والأنشطة التقليدية من أمثلتها زي الهند في أسيا مصر والمغرب في أفريقيا الكورانيا في أوروبا والبرازيل في أمريكا الجنوبية وهيتي في أمريكا الشمالية هي بقى دي الدول اللي دخلها الاقتصادي أقل من المتوسط طيب دول إذا تدخل اقتصادي زراعي منخفض دي الدول اللي بتعتمد على الزراعة وبيتركز معظم سكانها في الريف زي باكستان في أسيا والدول بتتركز هذه الدول في أفريقيا زي الكونوم يبقى تاني الدول اللي اقتصادها منخفض دي بتعتمد على الزراعة وسكانها بيبقوا مكمن في الريف زي باكستان في أسيا وفيه برضو في أفريقيا زي الكونوم طيب الدول اللي هنستنتك بقى من الكلام ده كله إن الدول اللي دخلها الاقتصادي مرتفع دي بتعتمد على النشاط الصناعي أما الدول اللي ده اقتصادي منخفض دي بتعتمد على الزراعي ودول أفريقيا استفادت من سرواتها المعدنية والزراعي في التصنيع بدل من تصدرها على شكل خام لو استفادت الدول أفريقيا من سرواتها المعدنية والزراعي في التصنيع بدل من ما بتصدرها مواد دخام هتصبح من الدول زي للدخل الاقتصادي المرتفع تمام ناخد قوة العمل يعني إيه قوة العمل عرض الأفراد في سن العمل والقادرين عليه ودول اللي بيعملوا فعليا أو بيبحثوا عن عمل وقوة العمل بتختلف في التوزيع في دول العالم حسب الأنشاطة الاقتصادية به حيث بتختلف نسبة العاملين في الأنشاطة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنمية هلاقي أن في الدول المتقدمة الغنية بتزداد نسبة الناس اللي بيشتغلوا في الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة أما بتقل نسبة العاملين في مجال الزراعة بتصل لعشرة في المئة من قوة العمل زي دول غرب أوروب أمريكا الشمالية أسترالي في الدول النامية بتزداد نسبة العاملين في الدول في مجال الزراعة من إجمال الكوة العمل بقى إن نسبة العاملين في مجال الزراعة من 30% ل60% في مصر في إفروكيا وتركيا في أسيا مصر وتركيا نسبة العاملين من 30% ل60% أما من 60% لـ 80% السودان والهند أما 80% في أسيوبيا وبتقل هناك نسبة العاملين في نشوات الصناعة طيب فيه كمان أمشية أولية أو سنوية السكان بيعملوا بقى في الدول النامية والفقيرة بجانب الزراع زي السيد قطع الغيبات الرعي يبقى أنا كده لما يجي أقول نور قل لي يا نور حصائص السكر التعليمية تنخفض بنسبة كبيرة في الدول المتقدمة وتختلف نسبة المتعلمين بين الدول المتقدمة والنامية كما يلي نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة تصل إلى أكثر من 95% منهم دول أمريكا الشمالية دول أروس